الحقيقة وواقع السجون صعب للغاية السجون تغلي جراء الاعتداءات الهمجية التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون لا سيما في سجن النقب الذي خرجت منه أنا بالأمس واقع الناس صعب للغاية لا يوجد طعام المياه مقطوعة في سجن النقب ساعة واحدة في اليوم فقط من الساعة 2 إلى الساعة 3 تيجي الماء قنية مائة 1 فقط لـ 10 أو 14، 1 في الغرفة استخدم الماء للشرب ولقضاء الحاجة في نفس قنية الماء طبعاً الكهرباء مقطوعة بشكل كامل شغلوا الكهرباء ثاني يوم في رمضان تيجي من الساعة 6 المغرب للساعة 10 في الليل فقط وباقي اليوم مطفية طبعاً الواقع الناس في سجن النقب الناس يعني تنتظر بس في الفرج ناس الآن تنتظر في فرج جئتكم من سجن النقب بنبأ يقين واقع سجن النقب واقع مؤلم جدا وواقع مأساوي وواقع يعني بلغة القلوب الحناجر فيه الناس تناجي الله الخلاص تناجي الله الفكاك وتناجي كل أحرار العالم للنظر ووضع سجن النقب نصب أعينهم لا سيما بعد ارتقاء الشهيد اللي هو ثار أبو عصب كانت دماؤه سبيلا لوقف شلال الدم النازف الموجود في سجن النقب حتى 18 داعش سياسة الضرب اللي كانت متبعة من 19 حتى 18 داعش هي كانت سياسة موت وقتل متعمد ومقصود عن صبق الإصرار والترصد لقتل الناس أنا أذكرك الآن اسم الأسير أحمد الحمو من مخيم بلاطة هذا الأسير مصاب بالسكابيوس سجن النقب تغلغل فيه مرض بسكابيوس بشكل رهيب جدا ما بين الناس الأسير عبد السلام عيسى من قرية سالم في نابلس مصاب بالسكابيوس الأسير سيف أبو عرام من يطل خليل مصاب بالسكابيوس الأسرة يعني واقع الأسرة الأمرات تفشت فيهم من ناحية القانونية المتابعة المتابعة ضئيلة جدا 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 وفي حال جاء محامي على سجن النقب لزيارة الأسير الأسرة من شدة الخوف لا يستطيعه الخروج ليش؟ لأنه في حال خرج سيتم الاعتداء عليه ذهابا وإيابا إلى القسم الذي أتى منه كانت إدارة السجن تتحجج وتبلغ المحامي ما أحد أبلغه ومتابعة الأسرة الأستاذ فقط المحامي اللي بزوره هو فقط الآخر الأستاذ دي فراس صباح والآخر الأستاذ حمزي أبو ميزر فقط ما فيه حد من المحامين بيجي بعض الأوقات كان يجي الأستاذ أشرف أبو سنيني تم الاعتداء على الأستاذ أشرف أبو سنيني طبعا في سجن النقب من قبل ما يتسمى بوحدة الكيتر تم الاعتداء عليه بالضرب واقع النقب واقع مأساوي هو يشبه بسجن أبو غريب اللي كان موجود في العراق السكابيوس بيكون ناجم عن عدم التعرض لأشعة الشمس عدم التعرض للاستحمام نتيجة لدينا المي ساعة واحدة فقط في اليوم والمي فيش مي ساخن يعني مرات بشغل المي عليك من مكان تشغيل المي وبتكون المي ثلج يعني احنا في فترة المربعانية فترة الشتاء كانت المي شديدة البرود جدا طبعا فيش عندك أغطية ولا في حرمي ولا حاجة أنا مبالح الملابس اللي روحت فينه والإعلام شاف فين قضيت فيهن 192 يوم وحال الأسرة كثر فقط لباس واحد السكابيوس الموجود هي حكي تنجم في أثناء الجسد طبعا هي حثار الكلبشات مبالح اللي كانت موجودة على إيدي حتى مبالح في أثناء الإفراج برضو تم اعتدالينا وتم ضربنا مبالح السكابيوس يكون في حكي في منطقة الإيدين في منطقة تحت الأباط وفي منطقة المحاشم فيش شمس فتحوا فورة في سجن النقب بعد 177 يوم للحرب والفورة ساحة كبيرة موجود خط فيها أربع خطوط هيك تمشي داخل الخط فقط في مترين في مترين ممنوع تحكي مع الغرف وانت ماشي أي واحد بكبس على الخط هو ماشي بعاقب القسم كل ييته وبسكر الفورة على القسم كله مضايقات شتم سب استفزازات للناس حتى يمنع الناس من الخروج آخر استفزاز عملوا للفورة أن الغرفة فيها عشر أشخاص أنت ملزم تطلع على الفورة العشرة مع بعض طب ممكن أنا مريد بديش أطلع عملوا سياسة تفرق تسود بين الناس مشان الناس سعروا المشاكل مع بعض طبعا غير هذا الكلام أنه فيش أي متابعة طبية أنا أحمل رسالة الأسير على الحروب أبو شادي من دير سامت أخطر حالة مرض سرطان موجودة في السجون هذا الأسير تم الاعتداء عليه بضرب مبرح شديد جدا وهذا الأسير يتلقى علاج البيولوجي بعد أربع شهور من الحرب قرابة الأربع شهور ما أخذش العلاج بعد أربع شهور من الحرب يوم واحد وثلاثين واحد طلعوا على مستشفى سوروكا في عز البرد طلعوا وشغلوا عليه المكيف في البوسطة ودوه خمسة أيام يوم يوم يروح ويرجع ويعطوه أربع حبات دوى بيولوجي طبعا هذا الدوى بيذهب العقل في بعض الأحيان قد تتفاجأ أن قلت لك وقد تتفاجأ الناس المشاهدين والمستمعين أنه معنوية الناس حتى بعد الضرب كان الناس يعني فرحين مسرورين معنوية الناس عالية جدا الناس تتحطم على صخرة عنادهم أسطورة هذا الجيش الذي لا يقر شكرا